اجتمع معالي شيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة عبر الاتصال المرئي مع سعادة وين ديفيد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعادة ستيفن دوغاتي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية وسعادة فابيان هاملتن وزير شؤون السلام ونزع السلاح بحكومة الظل بالمملكة المتحدة واستعرض معالي سفير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسول تطويرها مستقبلا والتعاون التاريخي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة كما تم التباحث بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبخاصتنا المتعلقة بسبول الدفع لتعزيز التعاون القائم في مجالات الاقتصاد بما يخدم الأهداف الموضوعة ويحقق تطلعات البلدين الصديقين لمضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والسعي نحو تشجيع السياحة والاستثمار المشترك وأعرب الوزير ديفيد عن الشكر الجزيل لسفارة مملكة البحرين لتواصلها الدائم مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس العموم البريطاني وبخاصة حزب العمال كما أكد اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والعميقة بين البلدين الصديقين والتي سيسعى من خلال منصبه للحث على تعزيزها وتم خلال الاجتماع الاجتماع إلى عرض من الشيخ عائشة بنت أحمد آل خليفة مديرة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية حول مجالات التعاون القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاطلاع على ما تم إنجازه والمشاريع المستقبلية بين البلدين إضافة إلى عرض من السيدة يارا رضا فرج مستشار السياسات والبحوث في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول التسلسل التاريخي لمسيرة التنمية في مملكة البحرين والذي يتم عبر تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة مع التأكيد على نجاح البحرين في مواءمة خططها وبرامجها مع أهداف التنمية المستدامة اشتركوا في ESO اشتركوا في الإبداorn اشتركوا في إيش السيدة 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 شكرا